توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة مراكش للمشاركة في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي تصطدفه المغرب أشرت الخارجية في بيان لها إلى أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي الذي كان قد تم إطلاقه رسميا لأول مرة في عام 2009 بمجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا ومن المقرر أن يعقد الوزير شكري عدة لقاءات مع نظرائه على همش المنتدى والتي تستهدف التشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة وسبل إنهائها في أسرع وقت ممكن